هكذا ولأربع سنوات خلت اعتدى الرئيس هادي على استقبال ضيوفه وإجراء مراسم الدولة اليمنية تحت شعار السيفين والنخلة أو صور الملوك المؤسسين للسعودية تحولت الرياض إلى مسكن دائم ووثير للقيادة العليا في الدولة اليمنية تتحدث السعودية عن مليارات الدولارات تم إنفاقها على مسؤولي الشرعية في الرياض تحت بند التعاون الثنائي والمقيمين في الرياض عبر اللجنة الخاصة لم يكن المال السعودي هو أول الغنائم ولا آخرها فقد شكلت الوظيفة العامة مرتعا خالصا بالمقربين من الدائرة المحيطة بهادي والتي تحولت فوائدها على هيئة قرارات تعيين يصدرها الرئيس اليمني تباعا وعلى نهج سلفه منح الرئيس هادي مقربه وأبناء محافظته امتيازات خاصة في الوظيفة العامة على حساب الدولة منها العقود التي منح بموجبها تاجر النفط أحمد العيسي سكا مطلقا في الاستيلاء على النفط خارج الأرض وباطنها عبر احتكار استيراده وتصديره والتنقيب والنقل والاستكشاف والخدمات النفطية رغم حالات الاحتقان الشعبي من تك التجاوزات وعدم تقدير الضرف العسر الذي تمر به البلاد والمطالبات الدولية بترشيد الإنفاق إلا أن مسلسل التعيينات تجاوز مئات الوظائف لوزراء ووكلاء ووكلاء محافظين ومستشارين ودبلوماسيين الخلافات التي حدثت بين حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام كشفت عن جزء من واقع الفساد في أروقة الشرعية منها ما في المضاربة بالعملة حيث اتهم رئيس اللجنة معياد محافظ البنك المركزي اليمني بنهب مبلغ 9 مليارات ريال خلال شهر واحد محمد زمام نفسه الذي يتقاضى أكثر من 30 ألف دولار شهريا وهذه صورة عن كارثة الفساد التي تدار بها الدولة ويستثمر فيها مسؤول الشرعية غياب الأجهزة الرقابية والانقلاب وانشغال اليمنيين بحروبهم وأوجاعهم لكن ما هو أهم وأشد قسوة على الدولة هو تجاوز الرئيس المطالبات بعودته للحكم من داخل الأراضي اليمنية كما تجاوز حرج التاريخ ومسؤوليته أمام اليمنيين وتجاهل كل المطالبات بعودة قيادة البلاد إلى الداخل وحسم معركة التحرير يدرك اليمنيون أن ما تم استعادته من يد الميليشيا تم تسليمه للإماراتيين والسعودية وأن الدولة توشك على التلاشي ومسؤولون في الشرعية باتوا يبحثون عن الخلاص الفردي ليتساءل اليمنيون بأي من هؤلاء ستنتصر الدولة ويقضى على الإنقلاب اشتركوا في القناة